على خلفية تقرير عرضته قناة التغيير بخصوص فصل أحد الأساتذة المبتعثين ردت جامعة كاركوك وأوضحت حقائق فصل الأستاذ المبتعث وزوجته وأبرزها مخالفته شروط العقد المبرم بينه وبين الجامعة فضلا عن تغيوبه وعدم مباشرته في كليته ما أورده السيد هادي كان مغالطة كبيرة ومحاولة تضغير رأي العام فالسيد هادي وزوجته كانوا مبتعثين على حساب الدولة العراقية وعلى حساب الجامعة ولسنوات طويلة وكما تعرفون الذي ترسله الدولة في بعثة هو يكون هناك عقد ما بينه وبين الجهلة أرسلته إلى البعثة وهي جامعة كاركوك السيد هادي وزوجته أخلوا بالشروط التعاقدية التي نصت عليها القوانين حيث أن إجازتهم انتهت في شهر الواحد ولم يباشروا في وظائفهم كلية الطب تعتز بموظفيها لكنها لا تستطيع مخالفة القانون وضوابط الإدارية كون المبتعث خالف الضوابط القانونية رغم إختاره بعد تغيبه لأكثر من شهر دون عذر رسمي والتغيب كان قبل جائحة كورونا وفق الإشعارات والكتب الرسمية يباشر في بداية سنة 2020 مباشر نحن طبعا لازم نذكر أنه ككلية وكجامعة نعتز بجميع التدريسيين ونعتز أيضا بالدكتور هادي وعدنا نقص بالكوادر التدريسية لكن الحقيقة هناك تعليمات والقوانين إدارية خارج صلاحيتنا الشخص اللي مباشر وهو خارج العراق مو من صلاحيتنا أنه نسجل مباشرة فمن مباشر بلغنا الكفلاء مالتا وعن طريق الكفلاء أيضا نبهنا وبعدين أرسلنا الكتاب للجامعة والجامعة أنذرت لمدة شهر وأيضا مباشر رد رسمي من قبل جامعة كاركوك على ما تقدم به التدريسي السابق من تظلم كون الجامعة تتعامل مع الجميع بالقانون وحسب ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالية سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك اشتركوا في القناة